أعتقد أن الحظر الشامل في الأردن من الخيارات التي لا يفضل أحد اللجوء إليها لا الناس ولا حتى الحكومة لكن هذا الحكي لو نحكي لو على انتشار كبير بس نحن نشوف تذبضه بالأرقام يعني بتكون 1500 تنزل ل 1200 نتمنى أن الإجراءات تخفف يعني بمعنى أنه يكون فيه ضبط يعني هسا اليوم عندنا إجراءات للحظر لأيام عندنا إجراءات لحظر البناطق نحن نتمنى أن تكون الإجراءات القادمة تقدر تضبط الوضع مش عشان الانتخابات عشان أنه هذا الوباء خطير وهذا الوباء سيء وله أثار كثيرة لكن شو اللي بدأت تفكر فيه الحكومة الجديدة بأعتقد أنه منهجية التفكير في موضوع الحظر الشامل ستنتقل تماما من الحكومة السابقة للحكومة الجديدة بحكم أنه الرئيس الجديد هو كان مستشار لجلالة الملك وكان هو شريك في الجلسات وفي اللقاءات في خليط الأزمة وكان جزء من صناعة القرار وما أعتقد أنه يكون بعيد عن طريقة التفكير اللي هي الحظر الشامل الخيار مر على الجميع والقناعة فيه أعتقد أنها قليلة كثير ونتمنى ما نوصل لشيء يجبرنا كدولة على أن نذهب لهذا الخيار نعم يعني هو الدولة والحكومة والجيش الأبيض شو ما يحاول يعني جهودهم يعني مقدرة يعني متعبهم معروف والكل شايفه يعني قد ما يشتغلوا إذا ما كان فيه التزام من كل مواطن بالتباعد الجسدي بارتداء تمامي بغسل يدين يعني أكيد مش رح أي دولة بدون التزام المواطنين تقدر تسيطر على الوباء يعني لكن أنت بتشوف أنه ما راح يتغير طريقة التعامل الحكومة مع وباءكم مع التفكير أما الإجراءات ممكن تتغير ما بعرف من الفريق اللي جاي مع الرئيس وطريق تفكيرهم لكن المنهج العام بأعتقد لأنه المنهج العام للدولة كانت فيه مؤسسات ثابتة زي الجيش مثلا تعرف الجيش؟ نعم كان له دور مهم من بداية الأزمة صحيح في إدارة ملف كورونا ولولا في بعض الأزمات في بعض المراحل ما كنا أحرزنا النجاح الطبي في البداية صح وصرنا نموذج يحتدى بالعالم أنه نموذج الأردني قبل ما تصير الانتكاسة نتيجة أخطاء منه آخر فالجيش كمان طريق التفكير وموجود مؤسسة ما تغيرت يعني الأجهزة الأمنية مؤسسة ما تغيرت جلالة الملك اللي هو أدار كل هذا المشهد ومنهم من الرئيس الدكتور بيشن خصاوني هو كان موجود ومطلع على طريقة التفكير وعلى هاي لكن اليوم ما بتحس حماس عند أي مسؤول لفكرة الحضر الشامل أنه إذا سكرت المجتمع بدك تأمنه على طول يعني المرة الماضرة تباكنا كيف يوصل الخبز للناس بالثلاثة أيام تتذكر؟ صحيح يعني سلما بسكر أسبوعين لو سكرته أسبوع وأعطيته نفس حيوم ما هو اليوم الناس كلها بتنزل على السوق مرة ثانية كلها بتلاقي دور الخبز في كل حي كيلو ما أنا رجعت عملت دوشة وعملت ضغط على الناس وعملت اقتضار ساهمت بانتشار وفاق والناس قاعدت في بيوتها ما اشتغلت اللي ما بيشتغل بقرارك بدك تعوده وتعطيه الدولة بالأول مرة تمدت على الضمان اليوم بدك تعطي الناس فالقصة مش سهلة إنه حضر شامل حتى اليومين ترى صعبات على الناس وصعبات على صعبات على الاقتصاد وصعبات على القطاع السياحي بكل منشآته جدا يعني بعض المطاعم تستنى يوم الجمعة لأنه فيه ناس بصير عنده حركة وكذا فأنت بتيجي بتقوله يوم الجمعة المهم إلك يعني للبيع والشراء سكر موسيقى